ما دور الدعاة والآباء؟ طبعاً هم المسؤولون النبي صلى الله عليه وسلم قل كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته الدعاة مسؤولون لكن أتحدث عن الدعاة العلماء لأن الناس للأسف لا يميزون بين الداعية وبين العالم إذا كان الإنسان يدعو إلى الله لكن بدون علم فلا تنتظر منه أن يصلح لك الأمة ولا تنتظر منه أن يصلح حتى البحيط الذي حوله الله تعالى قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة فإذا كان الدعاة على بصيرة أي بعلم وحجة وبرهان كما سلف فبالتأكيد فإنهم سينجحون والحمد لله هذا هو ما تقومون به الآن في هذا العمل يمضي في هذا الاتجاه والحمد لله فالعلماء والدعاة والخطباء والأساتذة في مدارسهم والمربون والآباء والأمهات في البيوت الكل مسؤول في إبلاغ هذا المنهج القرآني فلو اجتهدت الأسرة في إبلاغ هذا المنهج القرآني للناشئة عمليا وسلوكيا وأخلاقا واجتهد الأساتذة في شرح هذا المنهج في الأقسام وفي المدارس واجتهد الإعلام أيضا في توضيحه واجتهدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم التي تبذل في هذا جهدا كبيرا واجتهدت دعاة والخطباء والعلماء في تبليغ هذا المنهج للناس بالتأكيد إن شاء الله ستكون النتيجة إيجابية